معي من جد خالد محمد بطرفي الكاتب والأكاديمي السعودي أهلا بك سيدي ما المتوقع إذن من هذه الزيارة التي ستدوم يوما واحدا لا شك أن هناك سوء فهم لقرار البرلمان الباكستاني قرار البرلمان الباكستاني على جزئين جزء يقول وهي توصية بالمناسبة وليست ملزمة بأن لا تشارك القوات الباكستانية في أي حرب برية داخل اليمن والجزء الثاني يقول بأن دفاع عن المملكة العربية السعودية أمر لا بد منه وأن أمن البلاد الحرمين هي خط أحمر وأن باكستان سترد بقوة على أي اعتداء على المملكة العربية السعودية باكستان لم تكن مدعوة من الأساس للمشاركة في التحالف العربي اسمه التحالف العربي ولكن هذه الرسالة لإيران كانت هي المطلوبة وقد وصلت هذه الرسالة وباكستان ملتزمة بأمن فعلا بلاد الحرمين كأي بلد إسلامي وأعتقد أن هذه الزيارة تأتي في هذا الإطار أيضا لمتابعة آخر الأحداث والتطورات كلنا مع السلام ولكن بأي صيغة الهدف هو استقرار وأمن اليمن والكل يريد أن يساهم في ذلك لقد أعطي الحوتيون الآن الفرصة كاملة بدون قصف لأن يستجيبوا لما التزموا به وإلى قرارات مجلس الأمن وأمامهم إلى الغد لينهوا هذا الصراع ويعلنوا التزامهم بقرارات مجلس الأمن وإلا سيتقدم الأمين العام بتقرير للأمم المتحدة ولمجلس الأمن يقولوا فيه أنهم لم يلتزموا وحينها سيكونوا هم وحدهم أمام المجتمع الدولي كله نعم طيب أستاذ يعني اليوم لن أعلم محل يعني باكستان من الإعراب بين الدولتين بين إيران والسعودية يعني كأنها تريد إرضاء الاثنين في نفس الوقت لا أدري إذا كانت تريد إرضاء إيران لأن ردها وتصريحات تنواز شريف تحديدا وحتى قرار البرلمان يقول بوضوح بأن أي دولة تفكر في الاتداء على المملكة العربية السعودية ستجل الجيش الباكستاني قبل الجيش السعودي يردها هذا رد على بعض التهويشات الإعلامية ومن بعض المسؤولين غير المسؤولين في إيران والتي كانت تبدي تهديدا مبطنا أو صريحا للمملكة العربية السعودية أمريكا ردت بنفس الرد أيضا مصر ردت بنفس الرد أن الخليج خط أحمر أعتقد أن هذا لا يحتاج إلى تأكيد في العلاقة الاستراتيجية بين المملكة العربية السعودية وباكستان علاقة تاريخية والمسألة ليست مفاجئة هو فقط أنه كان موقف البرلمان الباكستاني من عدم الدخول إلى اليمن ولم يكن أصلا مطلوبا منهم الدخول نعم من جدة سيد خالد محمد بطر في الكاتب والأكاديمي السعودي شكرا جزيلا لك